بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتور سلسل ناجد تميمي في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم عن موضوع مشاكل الأظافر مشاكل الأظافر كثير من الأشخاص سواء السيدات أو الرجال يتوقعون أن الظافر هذا مجرد شيء جمالي ليس له علاقة بالجسم كما يتوقعون كذلك بالنسبة للشعر ولكن الأظافر في تعبيرها عن مشاكل الجسم لا يمكن إغفال هذا الجانب نهائيا فكما تعتبر العين هي نافذة للدماغ فإن الأظافر تعتبر نافذة لصحة الجسم بالكامل فهل يعني تعرفون بأن الأظافر قد تدل على وجود نقص الحديد؟ نعم يعني من شكل الأظافر هناك أشكال معينة تدل على وجود نقص في الحديد سواء كان النقص شديد أدى إلى تشكل الأظافر بشكل الملعقة أو كان النقص بشكل يعني متوسط وأدى إلى ماذا؟ إلى بريتل نيلز أو أنه تكون الأظافر غير صحية وقابلة للكسر فيتامينز أخرى مثل مثلا البي كومبليكس يعني من المجموعة فيتامينات بي هذه نقصها كذلك ممكن أن يظهر ممكن يعني أن يظهر ماذا؟ على شكل مشاكل في الأظافر ستلاحظ أن هناك يعني زيادات وتعرجات في ضفرك هذه ممكن أن تدل على نقص الفايتامينز يعني وأنت لا تعلم بهذا الشيء فعندما تكون هناك مشكلة في الأظافر هذا يعني هذه تعتبر علامة إلى وجود شيء معين في جسمك فلابد من الانتباه لهذا الموضوع لأنه في كثير من الأحيان بالذات السيدات تلاحظ أنه عندما يعني ترى أن هناك مشكلة في ضفرها ماذا تفعل؟ تلجأ لطلاء الأظافر تلجأ للطلاء الأظافر لإخفاء هذا العيب وتكون متغافلة بأن هذه المشكلة الطارئة على أظافرها قد تدل على مشكلة وشيء قد يكون خطير جدا يصيب جسمها بالكامل فالأمراض الرأوية كثير من الأمراض الرأوية سوف تعمل تغير ماذا؟ تغير في الأظافر كثير من الأمراض ستؤدي إلى تغير في الأظافر أمراض الكلا أمراض الكلا المزمنة ستؤدي إلى ماذا؟ ستؤدي إلى تغير في شكل الأظافر أمراض الكبد أمراض الكبد سوف تؤدي إلى تغير في شكل الأضافر وبالتالي التغيرات الطارئة على الضفر ممكن أن تنبهك لنقص فيتامينز كما ذكرت مثل حديد مثل فيتامين بي وغيرها من الفايتامينز كذلك ممكن أن تشير إلى وجود مشكلة رأوية سواء هناك العديد من الأمراض الرأوية التي ممكن أن تؤدي إلى تغير في شكل الأضافر كذلك أمراض الكلا ستؤدي إلى تغير في شكل الأضافر أمراض الكلا المزمنة تمام كذلك مثل ما ذكرت يعني كذلك أمراض الكبد أمراض الكبد ستؤدي إلى ماذا؟ إلى حدوث تغيرات في شكل الأضافر أمراض جلدية أمراض جلدية كثيرة وأهمها الصدفية سوف تؤدي إلى وجود تغيرات في شكل الأظافر أمراض في الجهاز الهضمي سوف تؤدي إلى وجود تغيرات في شكل الأظافر بالتالي لا بد من الانتباه لهذه النقطة وعدم غضة طرف عنها بإمكانك أن تذهب لأخذ النصيحة الطبية لمجرد أنك لاحظت أن هناك تغيرات في ضفرك ممكن أن هذه التغيرات ممكن أن تكون ماذا أن تشير لمشكلة معينة فمثلا عندما تشير إلى نقص مثلا بالفايتامينز لنفترض أنه مثلا أدت إلى اكتشاف نقص فيتامينز مثلا البي كومبليكس هل تعرفون بأنه أنت عندما تعالج أن ستأتي لمعالجة الأظافر مثلا وسوف تأخذ الفايتامين بي كومبليكس طيب عندما نقص الفايتامين بي كومبليكس إلى هذه الدرجة بحيث أنه أدى إلى تغير في شكل الأظافر هنا سوف لن يكون نهاية هذا النقص هو تغير في شكل الأظافر لا وإنما يجب أن يعني نعرف أنه مثلا نقص المجموعة الفايتامينات بي نقصها ممكن أن يؤدي إلى شيء يسمى يعني هيبر هوموسيستينيميا وهذه الحالة سوف تؤدي إلى حدوث الجلطات سوف تؤدي إلى حدوث جلطات يعني عندما يزيد الهوموسيستين هذه مادة ستؤدي إلى حدوث الجلطات نقص الفلك أسد سيؤدي إلى زيادة هذه المادة كذلك وسيؤدي إلى حدوث الجلطات فسبحان الله مثلا أنت اكتشفت ظفرك وعن طريق الأظافر يعني عوضت هذه الفايتامينات الناقصة بينما غيرك حدثت هذه التغيرات في أظافره ولم يلقي لها بالا وبعض السيدات قامت بإخفائها بطلاء الأظافر ولكنها بعد فترة تمنق لها إلى المستشفى وذلك بسبب وجود جلطة في رجلها وهذه الجلطة ممكن أن تكون جلطة عادية وممكن أن تكون جلطة كبيرة ممكن أن تكون يعني لأن الجلطات في الجزاء السفلية ممكن أن تكون ديستل أو بروكسيمال بروكسيمال قريبة يعني للأعلى وبالتالي ممكن أن تكون هذه الجلطة ممكن أن تصيبها رئة أو أنه يعني ممكن أن تحدث جلطة رئوية أصلا جلطة رئوية أصلا بسبب ماذا؟ بسبب نقص هذه الفايتامينز إذن سبحان الله بالبداية نبهك جسمك عن طريق شكل أظافرك أنت التنبيه هذا يعني غضيت الطرف عنه ولم تنتبه له لكن بعد فترة أتيت بماذا؟ أتيت بالجلطة إلى هذه الدرجة هناك أشياء مثلا نتيجة أمراض مزمنة وهنا يكون المرض مزمن وصار مثلا المرض هذا يعني موجود فما الذي يمكن أن تفعله يعني زي مثلا بعض السرطانات مثل مثلا أمراض الكلا المزمنة والتي ستكون يعني مصاحب لها الكثير من الأشياء لكن أحيانا أمراض كبد يعني مزمنة لكن في أحيان كثيرة ممكن أن تدلك على أشياء يعني هناك بعض ناس يكون لديه مثلا حمى حمى مستمرة تعارق نقص في الوزن ويلاحظ في أظافره أنه ظهر يعني زي الخطوط الحمراء هذا ما يسمى سبلينتر هيموريج بالذات في المرضى الذين يعانون من مشاكل في صمامات القلب ممكن أنت بنفسك عن طريق أظافرك تذهب لطلب النصيحة الطبية عن طبيب القلب وهذا حدث مع شابة كانت تطلب النصيحة الطبية ليس بسبب شكل الأظافر لو كانت انتبهت لشكل الأظافر وأخبرت الأطباء ممكن أن يكون دليل لهم لأنه كثير من الأطباء لا ينتبه لهذه النقطة وحمى يعني وتعارق وكذا يذهبون للتفكير التهابات ولكن أين أساس هذه الالتهابات توفيت الفتاة توفيت الفتاة بوجود بالتهاب يعني التهاب في بطانة القلب انفكتب اندوكاردايتز التهاب في بطانة القلب يعني بالتالي بعد ذلك تحدثوا أهلها من أنه كانت حتى أظافرها مختلفة وكانت توجد هذه الخطوط الحمراء بالتالي الرجاء لانتباه وعدم تغطية مشاكل الأظافر وإنما البحث في الأسباب لأنه ممكن أن تؤدي إلى إيقاف كوارث صحية في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين حتى تعمل فائدة وفي أمان الله